بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف السادس ابتدائي لبرامج ومعاهد التربية الخاصة اليوم مدتنا التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول للعام الهجري 1443 للهجرة معكم المعلمة عهود مطيري قبل البدء بأي درس تعليمي هناك تعليمات يجب أن أقتدي بها وأتبعها أثناء مشاهدتي للدروس التعليمية المعروضة أمامي أحرص دائما يا أبنائي وبناتي الجلوس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج أو الضجيج أن أعرف أو قاتب دروسي التعليمية للصف السادس متى يعرض درسي ومتى ينتهي درسي أن أحرص على إحضار أدواتي كاملة الكتاب المدرسي أقلامي وألواني أن أستمع جيدا إلى شرح المعلم أمامي بالشاشة وأن ألتزم جيدا بالوقت المخصص للدرس حتى أستفيد من الدرس التعليمي المعروض أمامي وآخر شيء هو ماذا؟ توجيه لأولياء الأمور أطلب من ولي الأمر الطالب والطالبة الجلوسة والمتابعة مع أبناؤنا وبناتنا في تلقي الدروس التعليمية خلف الشاشة اليوم درسنا إن شاء الله هي هو صورة البينة صورتهم من صور القرآن الكريم اسمها صورة البينة يجب أن أحفظها وأن أعرفها جيدا هناك أهداف دائما نسعى لتحقيقها في كل درس تعليمي من دروس المادة التربية الإسلامية أول هدف أن يستمع الطالب والطالبة إلى صورة البينة أن يردد الطالب والطالبة خلف المعلم آيات صورة البينة أن يشير الطالب والطالبة إلى آيات صورة البينة أن يسمي الطالب والطالبة معاني الكلمات صورة البينة أن يذكر الطالب والطالبة ما يستفاد من صورة البينة ماذا عرفت في صورة البينة أن يتلو الطالب والطالبة صورة البينة أن يحفظ الطالب والطالبة الصورة المقررة لدي حفظها في هذا الفصل الدراسي وهي صورة البينة دائما هناك آداب يجب أن يتحلى بها الطالب والطالبة المسلم قبل البدء بقراءتي لآياتي صورة القرآن الكريم هناك آداب على المسلم أن يتحلى بها ما هي هذه الآداب؟ يجب علي أن أتوضأ وضوءي للصلاة قبل مسك القرآن وقبل قراءتي لآيات القرآن قوضوءي للصلاة عند قراءتي للقرآن أن أجلس أحرس دائما على الجلوس عندما أريد قراءة القرآن الكريم أن أبدأ آية القرآن بالبسملة ما هي البسملة؟ هي قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءتي أي صورة من صور القرآن وأن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن أقرأ بترتيل وصوت جميل وأن أخشع عند قراءتي لآيات القرآن الكريم ما اسم الصورة التي تعرفتها في درسي السابق وحفظتها؟ ما اسم هذه الصورة؟ أحسنتم هي صورة البينة اسم الصورة هي صورة البينة نسترجع ما معنى البينة؟ عرفت معنى البينة ما هو البينة؟ ما هي البينة؟ أحسنتم هي الحجة الواضحة أو الحقيقة أو الواضحة أو الدليل الواضح معنى البينة ما هو؟ هي الحجة الواضحة من الله أو الدليل الواضح حجة المسلمون ما هي القرآن القرآن هو البرهان والدليل على الإسلام وأنه دين الحق وهو آخر الأديان الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أريد أن أستخرج مكان صورة البينة أين مكانها؟ مكانها في الجزء الثلاثون في القرآن الكريم صورة البينة مقسمة إلى جزعين جزء هنا وجزء بالخلف عدد آيات صورة البينة كم؟ تمانية آيات صورة البينة عدد آياتها تمانية آيات عرفت مكانها بالقرآن الكريم اسم الصورة ما هي؟ أحسنتم صورة البينة ما معنى البينة؟ هي الحجة أو الدليل أو البرهان من الله عز وجل الآن أنتقل لنشاط آخر ما هو البينة؟ أحسنتم هو الحجة أو البرهان أو الدليل وهو القرآن الكريم كم عدد آيات صورة البينة؟ كما عرفتها بالقرآن الكريم كم عدد آياتها؟ كم عدد آيات صورة البينة؟ أحسنتم هي ثمانية آيات أشيرها بيدي كم؟ ثمانية آيات سوف أجزئها ليسهل علي حفظها في هذا الفصل الدراسي عدد آيات صورة البينة تمانية آيات صورة البينة أين نزلت؟ القرآن لم ينزل كاملا نزل على أوقات نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ونزل بالمدينة صورة البينة أين نزلت؟ ممتاز بالمدينة وتسمى بالقرآن صورة مدنية لأنها نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة الآن أريد أن أستمع إلى آياتي صورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربها استمعنا جيدا إلى آيات صورة البينة الآن أحفظ هذه الآيات أرددها وأحفظها من خلال تكرار المقطع أكثر من مرة حفظت في الدرس السابق إلى آيات كم؟ أحسنتم رقم واحد فقط حفظت آياتي رقم واحد الآن سوف أكمل حفظ آياتي لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إلى هنا إلى آياتي رقم ثلاثة أحددها بالقرآن إلى آياتي رقم ثلاثة رددها خلف المعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إلى هنا أحفظ في درس اليوم سوف أقوم بحفظ آيتين فقط الآن أريد أن أعرف ما هي العلامة التي ذكرت بكتب اليهود والنصارى اليهود والنصارى كانوا لا يثقون أن هناك دين وقوم آخر سيكون بعدهم ما هي العلامة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أو الحجة الواضحة على القوم السابق وهم قوم اليهود والنصارى ما هو أحسنتم هو القرآن الكريم بنزوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السابق كان يعرف اليهود والنصارى أن هناك رسول سوف يأتي ولكن لا يريدون أن يصدقوه ولا يريدون أن يؤمنوا به الله سبحانه وتعالى يخاطهم بهذه الآية أن هناك كتاب سوف ينزل وهو آخر الكتب السماوية وهو صحف مطهرة ما هو صحف مطهرة هو القرآن الكريم ما هي العلامة التي ذكرت بكتب اليهود والنصارى ما هي العلامة أو الحجة أنهم كانوا يعرفون أن النبي محمد وأن الرسول سوف يأتي من بعد قوم يهود والنصارى من هو الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ما هي الحجة أو البرهان أو الدليل التي أتى به النبي ما هو الكتاب المطهر المنزل من الله هو القرآن الكريم هي البينة الواضحة من الله سبحانه وتعالى أطابق الكلمة معناها الصحيح صحف مطهرة ما معنى الصحف مطهرة؟ هل هي القصص أم القرآن؟ ذكرت بآيات صورة البينة صحف مطهرة هل هي القرآن؟ ممتاز صحف مطهرة هو القرآن أطابق؟ أطابق أحسنتم طابقنا القرآن هو ماذا ليقصد به بالآية؟ صحف مطهرة الصحف مطهرة هو القرآن الكريم أطابق أيضا بمعناها الصحيح كتب قيمة ما معنى الكتب القيمة التي ذكرت في درس اليوم في حفظ آية اليوم؟ ما معناها؟ ممتاز الكتب القيمة هي الأخبار الصادقة والأحكام العادلة في هذا القرآن كتب قيمة أن هذا الكتاب به أحكام عادلة وبه أخبار صادقة لأنه من الله سبحانه وتعالى هذا الكتب قيم كتب قيم معناها؟ قيم معناها عادل وماذا؟ وبه أخبار مهمة وأخبار صادقة القرآن جميع ما ذكر من القرآن جميعه أخبار صادقة لأنه من الله عز وجل أريد أن أكمل آياتي صورة البينة التي حفظتها بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما هي الكلمة الناقصة؟ كفروا أم أسلموا؟ ما هي؟ ممتاز ممتازم يكون الذين كفروا أحسنتم نختار لونا ماذا؟ الكلمة كفروا نكمل النشاط رسول من الله يتلو فراغ مطهرة ماذا يتلو الرسول؟ كتبا أم صحفا؟ أحسنتم اختيار الثاني صحفا ألونها أحسنتم أبناي وبناتي أطممكم حفظ آيات درس اليوم المقررة آية رقم 2 وآية رقم 3 شكرا جزيلا لحسن استماعكم لدرس اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم